ثمن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2021 بشأن قانون العقوبة البديلة وأوضح أن المرسوم الملكي السامي الذي تفضل جلالة الملك المفدى بإصداره يشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضري نابع من إيمان جلالته حفظه الله ورعاه بضرورة حماية النسيج الاجتماعي ومساندة من حاد عن الصواب وارتكب مخالفات قانونية في العودة للمجتمع والمشاركة في مسيرته ومساعدته في تجاوز الظروف غير المواتية والانطلاق إلى مرحلة من العطاء الوطني والاندماجي في المجتمع وقال معاليه إن هذه المبادرة الكريمة التي أطلقها جلالته من شأنها المساعدة على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ به مضيفا أن عدد المحكمين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما وأشار معالي الوزير إلى أن هذه الخطوة الإيجابية المتطورة تعد عكاسا لجوهر دولة القانون والمؤسسات وتجسيدا للفكر الحضاري والإصلاحي المستنير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتوجيهات السامية لجلالته بتطوير التشريعات لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة منوها إلى أن مجلس الوزراء المؤقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أقر دفعتين من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون وذلك بعد توجهات سموه بدراستها وأضاف أن هذا النهج الحضاري الذي تتبناه المملكة في تشريعاتها وممارساتها على أرض الواقع يأتي انسجاما مع توجهات المملكة لتحديث المنظومة التشريعية تماشيا مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وأكد معاليه في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها لترسيخ معايير وقيم حقوق الإنسان في إطار العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقات يا resposta